لم أكن أتمنى أكثر من ذلك فأنا هنا في البرازيل الحبيبة حيث نشأت واشتد عودي أنا هنا على ميداني ووسط جماهيري حيث مثلت فريق سانتوس لثمانية عشر عاما فأصبح معي ناديا من أندية الصف الأول ليس محليا فحسب بل عالميا أيضا هو في عداد الراحلين الآن ولكن مثل تلك الكلمات قد تكون تعبيرا مناسبا من أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بليه بعد أن وضع تابوته في ملعب أربانو كالديرا معقل فريق سانتوس في سوبولو البرازيلية كي تلقي جماهير الفريق نظرة الوداع فكانوا في الموعد وتحمل الكثيرون منهم الانتظار لثلاث ساعات تحت آشعة الشمس الحارقة في جنوب غرب العالم لإلقاء النظرة الأخيرة على وجهه الهادئ ربما لثلاث ثوان فقط خمسة وأربعون عاما مرت على خوض الأسطورة بليه آخر مبارياته كلعب ورغم ذلك يصعب على الكثيرين تخيل ذكر رياضة كرة القدم دون التطرق لاسم الجوهرة الصمراء بليه الذي رحل عن عالمنا عن عمر 82 عاما بعد معركة شرسة مع السرطان كيف لا؟ وهو اللاعب الوحيد الحاصل على ثلاث بطولات لكأس العالم في مراسم خاصة يحمل موكب جنائزي جثمان بليه من ملعب أربانو كالديرا لتنفيذ وصية النجم الراحل بأن يدفن على مقربة من الملعب وهو ما تم الترتيب له بالفعل لوضع جثمانه على بعد نصف ميل من الملعب في مقبرة إيكومينيكال ميموريا النيكروبوليس العمودية التي تتكون من 14 ألف قبو موكب بليه يسير متوشحاً بعلم بلاده التي لطالما بذل جهوداً كبيرة من أجل إعلاء اسمها وشأنها بين الأمم حتى باتت تعرف البرازيل بالكرة وتعرف الكرة بالبرازيل ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى اعتزامه دعوة كل دولة في العالم إلى تسمية أحد ملاعبها باسم بليه الذي اتفق عشاق كرة القدم ولاعبوها على أنه أعظم من لمس الساحرة المستديرة